السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توعى تستعجل وانت داخل على عصفيرك يعني اول ما تيجي تفتح باب البلكونة وتدخل كده وتدخل مرة واحدة وتجري على العصفير مرة واحدة انت كده بتزعجه وما تبوست لقى العصفير اللي كان واقف هادي مرة واحدة بقى يطير يمين وشمال وخايف لانك انت دخلت عليه مرة واحدة دي اول حاجة الحاجة التانية ما تيجي تدخل بقى وتقرب على العصفور يبقى انت كده اول حاجة بتدخل بالراحة واحدة واحدة مش بتسحب يعني ان تماشي عادي خالص وتيجي تقرب بقى خلاص على القفص وهتيجي تغير مية او تغير اكل بتفتح الباب بالراحة يعني ما تيفتحش الباب مرة واحدة وتحط ايدك جوه مرة واحدة وحشرة تشيل الطاقة وتغير الاكل لا بالراحة واحدة واحدة ليه ما تخوفش العصفور منك ما تخليش العصفور يحس ان انت هتمسكه لانك انت كده هتزعج العصفور بالذات بقى كمان لو هو اتضكر واقب بره ونتايا جوه رأد على البيض وانت عملت الحركة ديت ودخلت سريع مرة واحدة وفتحت القفص بسرعة وبتحط ايدك عشان تشيل الطاجر عشان تبدل الاكل ليه لانك انت مستعجل عايز تروح الشغل فطبعا انت لما بتعمل كده هتبصت لاقي اتضكر اللي هو واقب بره دوت هنزعج هيعلف صوته ببيدي اشارة للنتايا بره ان فيه خطر عايز يمسكني او فيه حاجة تبصت لاقي النتايا رح تقيمة من عربيده رح تخرجه بره يبقى انت بس لما بتجي تفتح القفص وتفتح الباب مرة واحدة كده هو سريع ودخل ايدك سريع انت كده بتحسسه ان انت هتمسكه هتتعدى عليه وهتمسكه فهو ما بيحبش الحتة دي هو عايزك ان انت بتتعامل بهاه بهدوه لانه هو عارفك وعارف ان انت داخل عشاء خطر تغيره مية او اكل لكن لما تيجي تدخل مرة واحدة سريع وتدخل عليه وتفتح القفص مرة واحدة وتدخل وكل حاجة عندك سريع كده انت كده بتحسسه ان انت هتمسكه فبلاش ان انت تتعامل مع العصفور بانزعاج او بسرعة وبالذات يا جماعة لو بالليل يعني لو بالليل والنور ماطفي والبالكونة ضلمة وانت دخلت مرة واحدة كده عليهم ده كده هتبص تلاقي العصفير كلها في اللقفاص كلها انزعجت وبدأت يتري منه شمال واللي رائد على البيض جوه هتبص تلاقي هيقعد يرفرب بجناحاته جوه ممكن يكسر البيض ويخرج مرة واحدة بيحسوا بزعر جديد فانت لا انت لو دخلت عليهم بالليل في البالكونة اول حاجة بتعمل ان انت بتفتح النور علشان على اقل يشوفوك وانت داخل وداخل بالراحة خالص بسكينة وهدوء من السريع عليهم مرة واحدة علشان خاطرهم اصلا مش متعودين ان انت تدخل عليهم بالليل فالعصفير لازم نتعامل معاها بعدم ازعاج ما نتعاملش معاهم بسرعة ما نتعاملش معاهم واحنا مستعجلين عايز تحط الاكل او ما اقوم بسرعة ومية عشان خاطر تروح الشغل ومستعجل لا حاول انك انت تفضي نفسك ليهم ولو دقيقتين بس اهم حاجة يكون بهدوء بشكركم جدا بتمنى من حضراتكم اللي اشترك في القناة اللي اول مرة شرفنا في القناة واللايك الجميل من حضراتكم اللي وسعدني جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة